حول كدمات الحزن يلتحق بنا في الستوديو والأخصائي الاجتماعي في مدينة الملك فادة الطبية طلالة الأسمري سيد طلالة أهلا وسهلا بك معنا في نشرة النهار الله يسلمكم ونسعيد دائما في التجدد باللقاء معكم في قناتي الإخباري ومعك أخي حسن يا هلو سهلا فيكم بداية نريد أن نعرف ما هي متلازمة جاردرا دايموند هي متلازمة من الأمراض السيكوسوماتية ونعرفها بأنها الأمراض الجسدية أصلها نفسي أو اجتماعي كإضطراب متلازمة لا يظهر لها تفسيرات جديدة ظهرت عندنا بعض الحالات ولكن إحنا من تخصصنا الاجتماعي والنفسي واضح لنا منذ أكثر من ثلاثين سنة من الدرسات التي جاءتنا في جامعة الملك السعود ويش طبيعة هالإصابات؟ طبعا هذه الإصابات ناتجة عن التوتر والقلق نتيجة للتفاعل الاجتماعي أعطنا مثال عشان نوضحه ونبسطه للمشاهدين طبعا أكثر أكثر تعتمد على شخصية الأفراد المجتمع لو تعرض الإنسان للطلاق أو الخلح مثلا هي منتشرة عندنا اجتماعيا تجي في عراض ما بعد الإصابة هذه للطرابات تجي على شكل وحمة الناس يقولون أنها عنقز ما هي عنقز يستجيب الجسد وينتج عن كبتها هذه الصداع النصفي كثيرا منتشرة في مستشفياتنا هل هي مقصورة في أمراض معينة يعني بس هذه الأمراض تجي أو التفاعل محدود أو ممكن يصير أي مرض ممكن يصيب الشخص بسبب كدمات إصابات حزن أو نفسية أو ما إلى آخر أي هي طبعا تضرب أجهزة الجسم اللي لها طبيعة وراثية أو فيها ضعف نوع من أنواع السكر نوع من أنواع الصداع البعض أو حتى أنظمة الرعاية الصحية لا تشمل الجانب النفسي الاجتماعي بالتالي يدخلون المرضى ويعانون في إجراءات تحاليل كثيرة في مستوصفات خاصة ويدفعون وتكاليف خاصة في مستشفيات حكومية ويظهر لنا أنها بسبب عامد نفسي واجتماعي حينما يتشخص الآن أغلب الحالات اللي تجي في المستشفيات تشخص خطأ وتعطى أدوية وتأخذ عشر سنوات وتستخدم الأدوية وتأخذ أدوية أحدى حالات السرطان اللي جاتني أنا شخصيا نتيجة الكبت علاقات التفاعل بين الأب والابن كان الأب يوبخ الابن وكانت هي كابتة هذا الشي فطلع عندها سرطان الثدي الابنة الابنة تقصد الأم حينما راجعتنا في مدينة الملكفهة الطبية وأنا واضح أني تشخيص دايما نبحث في العوامل النفسية والاجتماعية وجدنا أنها تألمت لتوبيخ الأب لابنها حساسة جدا راح تشخصت على أنها سرطان ثدي وأدوية دخلت أدوية لكن لما دخلت عندنا في العيادة الاجتماعية ومعنا نفسيين فرغت هذا الكبت بكت بكاء شديد جدا وبالتالي الحمد لله خف هذا الورم خف الورم؟ خف الورم بسبب؟ بسبب تفريغ هذه الشحنة كبتت هذا الشي في صراع نفسي بين أنها تقول للأب خطأ وبين أنه ابنها يوبخ أمامها وهذه حالات كثيرة جدا وجدنا في حالات الأخت وجدت أخوها دخل في جلطة وغيبوبة بعد ذات أيام بعد متابعتها وجدناها ظهر عندها زي الدمامل السوداء نتيجة هذا الكبت كانت منقطعة عن أخوها عشرين سنة لم تشاهدها هل الحالات اللي زي كذا منتشرة كثير؟ نعم نسبة الإصابة بالاضطرابات 34% هذا حسب الدليل التشخيصي الرابع للمملكة نسبة من 40% إلى 60% اللي ترددون على الأطباء الآن بالأمراض السيكوسوماتية ومنها متلازمة غاردنر ودايموند دي نسبة 80% اللي راجعون أقسام الخدمات الاجتماعية في المستشفيات عندهم الإصابة بالأمراض الجسدية التي أصلها اجتماعي نفسي 80% يعني لو أخذنا 10 ألاف حالة 8 ألاف وهذه أنا أشرفت عليها شخصيا 8 ألاف حالة عندهم معاناة اقتصادية عندهم معاناة طلاق عندهم معاناة فقد مشاكل الحوار الأسري مشاكل الطلاق والخلح اللي قاعدة تحدث الآن العلاقات الاجتماعية العلاقات الاجتماعية إذن لها دور كبير في دخول الشخص للمستشفى نعم طبعا الآن يقولون أنها عامل نفسي هي علاقات اجتماعية إنسان كان اجتماعي جاء جوكم هالنسبة من الناس يعني تقول أنت من كل 10 ألاف 8 ألاف واحد بسبب مراض اجتماعية أو مشاكل اجتماعية كيف تتعاملوا مع هؤلاء يعني هل هناك برنامج علاج خاص بهم؟ فيه ولكن ليس بالمستوى المطلوب نحتاج إلى تمكين الجانب الاجتماعي النفسي في الرعاية الصحية حيث أنه إذا ما أخذنا بهذه العوامل هذا الموضوع اللي طرحتوه مشكورين في الإخبارية اليوم حيكلف اقتصاديا على الرعاية الصحية بالتالي الآن الجهود الموجودة في المستشفيات الاجتماعية لا بعث فيها لكن نطلب أنه يتم التمكين أكثر التدريب تحويل الأطباء يكون إلزامي من في المستشفيات إلى الأخصة الاجتماعية النفسية ولازم يعطى ما يكون شكلي أو حسب معايير أو غيرها هل تتوقع أنه نحن محتاجين عدد أكبر من الأطباء والمتخصصين في علم النفس وما إلى آخره؟ نعم لابد العدد الموجود في المستشفيات قليل جدا من خلال الخبارية لابد وأنا في الميدان وأنا جيتكم من الميدان لابد العلاج الشامل وهذا لما أخترع أنا لا أخترع العجلة موجود هذا في الدول المتقدمة أنا الوقت بدأ يضيق علي ما عليش أنا قاطع كثير ولكن منهم أكثر الناس إصابة يعني أو تعرضا للإصابة أكثر من غيرهم طبعا الأصحاب أكثر الناس اللي عندهم سمات شخصية يسمونها الشخصية الحساسة تضاعف أي موقف يقابلها عشرة أضعاف الشخصية العادية تأتي في المرتبة الثالي الشخصية الحدية وغيرها لكن الشخصية الحساسة والتي تكبت المنعزلة المتوحدة هذه أكثر الشخصيات دائما لم نتجينا في العيادة ولا في المستشفيات نعطي بعض المعلومات ونكتشف أن هذا الأمامنا شخصية حساسة نتمنى أن نكون صلقنا الضوء على الجزء الأكبر المهم لرفع الوعي وكذلك تبسيط الأمر للمشاهدين الموضوع كبير ويحتاج له الكثير من النقاش واللقاءات التي يجب أن تشرح وتوضح كذلك هذه المشكلة شكرا جزيلا لك كنت معي ضيفا في الاستوديو الأخصال الاجتماعي في مدينة الملك فهدى الطبية طلال الأسمر شكرا مرة أخرى حافظكم الله وشكرا لهذا التسيط الضوء على هذا الموضوع والإخبارية بالفعل تعطي وعي ونحتاجه لعلاج مشاكلنا والوصول إلى رعاية صحية أفضل شكرا لك شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم